موسيقى موسيقى 150 ألف سنة فهذا يعني أنها هي الأقدم في العالم لحد الآن ثم تاني انعكاس وهو أنه هي في الحقيقة ليست أدوات للاستعمال يومي أو لاستعمال الزينة بل هي أدوات رمزية وتحمل دلالات رمزية تشاركها الإنسان فيما بينه في نفس المجموعة وأيضا مع مجموعات أخرى وبالتالي فظهور هكذا قواقع وهكذا رموز أو هكذا أدوات رمزية فهذا يعني أنه كانت هناك لغة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر تقنقر للمواد أن هذا الطوارات تعتبر كما أنهم كانت تحدثين قنقر من أنهم إزبادات كما توضع حول المتحدثة هكذا أنهم كانوا يترون وتقدمون عن أشخاص مفيدين وأنهم حرفوا ceانهم لنعرفهم ولموانا لم يكن معرفهم وجهوا أنه كان لذلك أول تحضر وضع أخرى في السابقًا منها في المبابلين أم أمity هم اليوم لذلك يجب أن يحاولني بطريقة مختلفة. لذلك يظهر أن تتعامل من العالم الوحيدات المتحدة. ما تقلقوا بها نحن نعرف. لكننا نحن نقلقا بأنهم يستخدموا هذه المشاركات لتعامل المتحدة المتحدة المتحدة. فهذا الإنسان العاقي الذي اكتشف في مغارة بيزمون بمنطقة الساورة كان تميز أولا بالرقي وبالحضارة وكذلك أنه بدأ يتطور في اتجاه انتخاذ عناصر زينة تظهر عليه وكذلك بمعنى آخر أنه بدأ في طار تمييز والبرهنة على أنه مغاير لما كان عليه الأمر في السابق موسيقى 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 هل قطرر من الساويراء و بزمون تبغيره بعد المقبل جنران الماضية و تنظرون من ناريك و بيزمون تبغيره لاحظة لن نتجربه ناريك و تنظرنا بنا اليوم في ذلك المكاني المتحدد هل يريد في الصدقاء في حالياً من تنسى هل هو جلي تاريتوائر؟ و تحتى هذه المناطق التي تقليل ترغبها و تحتى المناطق التي تجربة اشتركوا في القناة